وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالمبادئ الأساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية ومتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية وتحقيق أكبر قدر ممكن من اتساع الحارات المرورية وتطبيق معايير السلام والأمان جاء ذلك خلال تفاقده سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو أبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كبري سمير غانم المتقاطع أعلى طريق دائري كما تفقد رئيس سيسي أعمال تطوير طريق الأوتوستراد بداية من أسفل كبري مطار القاهرة حتى كبري المشير أبو غزالة للربط مع التجمعات المتواجدة بين كبري المطار وعلى كبري الساعقة تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو أبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كبري سمير غانم المتقاطع على الطريق الدائري والذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة كما تفقد سيادته أعمال تطوير طريق الأوتوستراد بداية من أسفل كبري مطار القاهرة حتى كبري المشير أبو غزالة وقد تابع السيد الرئيس مع السادة المسؤولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل مشددا سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكبار الجديدة أمور راعات استدامة كفاءتها واستعابها لحركة التنقل والمرور للمدى الزمني المستقبلي سيادته فندم شرفنا هنا في محور شنزوهبي اللي رابط بين محور الشهيد وحتى القاهرة الجديدة بتول 15 كيلو متر واحدة أولي يا فندم تم تنفيذها بنسبة 100% من محور الشهيد وحتى صواني جردينيا المرحلة الثانية فندم سيادته مشرفنا فيها بطول 5 كيلو متر من صواني جردينيا وحتى محور نجيب محفوز بالكاهرة الجديدة بتول 5 كيلو متر أعمال الصناعية فندم فيها 7 كباري في المحور كلها فندم وخمس أنفاء وتلاتة كبري مشال أقيد محمد وصطفى فندم للاستكمال أعمال عرض الإنشاءات فندم كم فندم الحمد لله خلصنا أعمال الصناعية بالكامل في المرحلة الأولى حتى رطوا بمحور بصناية جاردينيا وجاري أعمال المرحلة الثانية فندم اللي هي بطول خمسة كيلو وهي خمس أنفاء وكبري اللي هو فندم اللي سيادة مشرفنا عليه كبري يربط المحور بمناطق القاهرة الجديدة عبورا بالطريق الدايري الكبري بقى فندم بعرض أربعة حرام ورائف كل اتجاه بالإضافة للوبات ورنبات ثلاثة حرام ورائف كل اتجاه بيحقق فندم تسع حركات مرورية بيخدم القادم من محور شنزو آبي وصولا للمطقة القاهرة الجديدة ومجميع مناطق الدايري وبيخدم القادم من الدايري من المعادي أو من طريق السويس والقادم من الوصولة لمناطق القاهرة الجديدة ولمحور شنزو آبي الكبري فندم إجمالي طول الكبري فندم كيلو و300 بالإضافة ل600 متر لوبات ورنبات كان الكبري ده يا فندم ليه طبيعة عامل خاصة نتيجة ان احنا كنا بنحفر حفرنا 240 خزو فيه تربة صخرية شددة التماسك كانوصل إجهادات الكسر فيها ل600 كيلو الحمد لله فندم عدنا بها بسلام نفذنا فيه 41 قعدة وعمود وفريم ونفذنا 200 كاميرا رفعنا 200 كاميرا خرصانية بريكاست يا فندم كان وزن الكاميرا بيصل ل110 وال130 طن الحمد لله فندم الأعمال بالكامل تمت الأعمال الخرصانية نسبة 100% وطلعنا أسفلت من الرنبات جاري ده ده يا فندم تنفيذ أعمال الباكية المعدنية اللي بتربط الكبري أو المحور يا فندم بالكامل بطريقة دائري الباكية دي يا فندم زي ما ستك شايف هي بإجمالي 12 كاميرا إجمالي وزنها 900 طن الكاميرا الواحدة يا فندم بيصل وزنها إلى 65 طن بيتم رفع بوينش يا فندم 400 طن زي ما ستك شايف وإجمالي عدد 120 تمر عرضية بتربطها ب15 ألف مصمار بنحقق يا فندم اختبرات للمصامير دي وتجميع وحشب الجميع المصامير يا فندم بالإضافة إلى فندم أعمال التعزيم بتتم بالتتابع وهنبدأ نرفع صاج على الباكية ونرفع عمل الحديد المسلح وصاب البلطات بيذن الله على خير يا فندم تم التنسيق يا فندم على إدارة العامة للمرور وبصراحة فندم سهلت لنا جدا أن احنا عملنا توسعة للطرق الخدنة على الطريق الدائري عشان أقدر أحقق حركة المرور أحول حركة المرور يا فندم على الطريق الداعم واقفل الطريق الدائري فترة رفع الكامير لتأمين مرحلة رفع الكامير يا فندم ومتأمين المواطنين يا فندم أثناء السير والحمد لله فندم يعني التحويل لمحققة سيرة مرورية وما فيش أي اختناء وبإذن الله فندم نخلص على خير إن شاء الله فندم بص يا محمد أنا عندي ملحظة صغيرة قوي هنا والناس اللي ماشي كده دور قدام أهو الراجل قدام أهو ده هو الموضوع الأمان للناس طبعا ما فندم لو أعملنا هنا مش حقيقا طب ليه نخسره يعني احنا خلص انته بإذن الله فندم احنا ضغطين الخطة بإذن الله بنهاية شهر 9 فندم بإذن الله خالص بالنوبات بكل بإذن الله فندم طب والتاني اللي عند وزارة الداخلية وزارة الداخلية يا فندم احنا بدأنا فيه كان فيه بعض التنسيقات وإن شاء الله فندم يعني هو داخل في شهر 10 وإن شاء الله نضغط بإذن الله فندم عشر تيامي كوني محر داشة هذا المحر جانسي الحمد لله فندم احنا بفضل الله خلصنا جميع الخلصانات بإذن الله فندم البكية المعدنية اللي كانت فوق كوبر المونريل الحمد لله فندم ترفعت وبتم تجميع المصامير بتاعتها والتعزيم والكروسات بحيث ان كما تفقد سيادته استكمال سير الربط للطريق الدائري وامتداد محور شنزو أبي والذي يتكون من ستة أعمال صناعية خمسة أنفاق وكبر علوي للسيارات المصاري للسيادتك مشرفنا عليه امتداد محور شنزو أبي لربط محور شنزو أبي من محور الشهيد حتى مرورا بالدائري للقاهرة الجديدة يا فندم الامتداد ده سيادتك عبارة عن ستة عمل صناعي كوبر سيارات وخمس أنفاء الموقف التنفيذ يا فندم للخمس أنفاء في نفايين سيادتك عدت من عليهم دلوقتي تم نهو أعمالهم النفاي اللي ورانا ده نفاي رقم تلاتة يا فندم ده ده تم نهو أعمال رفع الكامر وإن شاء الله هنبدأ في حدادة البلطة بتاعته إن شاء الله النهاردة نحن نخلص ده كل مع الكم إن شاء الله نخلص آخر شهر تسعة اللي احنا فيه ده إن شاء الله فندم شكرا عفو الله